قالت وزارة الخارجية التركية أن الجولة الثانية من المحادثات الاستشارية بين تركيا ومصر سوف تعقد في أنقرة في السابع والثامن من سبتمبر القادم وضافت في بيان لها أن المحادثات الاستشارية مع مصر ستجرى على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين بالمزيد ينظم إلينا من اسطنبول مرسلنا مراد لبتوش مراد بعد أسبوع تقريبا ستعقد هذه الجولة الثانية ما المتوقع منها وما هي أبرز الملفات ربما المطروحة في هذه الجلسات الاستشارية خصوصا بعد قطيع دامت سنوات بين البلدين نعم بالرغم من أن البعض يعتبر بداية لتطبيع متدرج بين البلدين إلا أن العلاقات على المستوى الدبلوماسي والتجاري لم تنقطع بين القاهرة وأنقرة التمثيل الدبلوماسي وإن كان منخفض التمثيل منذ عام 2013 حتى اليوم إلا أن السفارة المصرية في القاهرة وقنصلياتها في اسطنبول والسفارة التركية في القاهرة وقنصلياتها في الإسكندرية ما زالت تعملان منذ ذلك التاريخ من أبرز ربما الملفات التي يمكن أن يبحثها الطرفين بعد لقاء مماثل على نفس مستوى تمثيل نائب وزير الخارجية التركي قبل أربعة أشهر تحديدا زار القاهرة وبعد ذلك خرج التصريحات لخص وزيراء خارجية البلدين وزير خارجية تركيا قال بأنه يمكن البحث في ملفات استراتيجية مهمة مع القاهرة وقالت وزير الخارجية المصري حين ذاك بأن أنقرة قدمت بوادر حسنية ربما في إشارة إلى ذلك الصخب الإعلامي الذي كان متبادل والهجوم الإعلامي بين الطرفين قيل بأن أنقرة ربما عادت ضبط وسائل الإعلام المصرية المعارضة التي تخرج من تركيا وأيضا الهجوم الإعلامي المصري إن لم يكن أكثر اعتدالا فهو بالحد الأدنى كان أقل هجوما وصخبا أبرز الملفات ربما المتبادل بين الطرفين التي تمثل مصر على الطرفين أولا ملف الترسيم الحدود البحرية بين تركيا ومصر وهذا ملف شائك جدا تريد أنقرة أن يتم اتفاق مع القاهرة من أجل ما يعرف بالجرف القارئ التركي حول غاز المتوسط خصوصا بعد أن كانت أنقرة قد استضافت منتدى غاز وتحالفات شمال شرقي المتوسط ومن ثم وقعت معاهدة ثنائية مع أثناء وصفتها تركيا حين ذاك بأنها باطلة لنا تتعدى على الحدود البحرية التركية أيضا ربما تطمح القاهرة في ملف يؤرقها كثيرا وهو ملف سد النهضة حيث أن أنقرة لديها علاقات جيدة ومتينة ومتماسكة جدا مع النظام الأثيوبي وبالتالي ربما تعول القاهرة على الجهود التركية في المرحلة المقبلة فيما إذا كانت العلاقات جيدة بين البلدين على الصعد التجارية ربما تطمح كلا البلدين إلى توسيع نطاقهما لكن ربما من الملفت والمفاجئ للبعض بأن العلاقات التجارية لم تنقط بين البلدين حيث أن العلاقات الثنائية والتجارة البينية بين البلدين وصلت إلى 5 مليارات دولار سنويا وهي منذ عام 2014 إلى 2020 الفترة التي كانت أكثر قطيعة بين البلدين وصلت إلى 22 مليار صادرات تركيا إلى أنقرة وأيضا 12 مليار دولار صادرات مصر إلى تركيا شكرا لك مراد لبتوش مراسل العربي كنت معنا من إستنبول ترجمة نانسي قنقر